ناس كتير ما بتقدرش تتخيل شكل العاصمة بعد ما تخلص اي حد بيزورها بيبقى متخيل انها هتفضل طراب كده او ان الانشاءات دي هتفضل شغالة كده على طول ومش هتوقف حتى بعد العاصمة ما تخلص بيبقى صعب جدا على اي حد ما شافش مشاريع قبل ما تتبني وبعد ما تتبني او بعد ما تخلص بيبقى صعب جدا علينا ما يتخيل اي حاجة هتحصل في المشروع ده شكلها حيبقى ايه انا علشان اشتغلت في العقارات في دبي من سنة 2006 تقريبا وكمان كنت بزور دبي من سنة 99 فشفت دبي وهي تقريبا صحرة من بداية شغلي في العقارات طبعا دي خلتني يبقى عندي فرصة ان انا ازور المشاريع اول ما يتعلن عنها واروح اشوفها واشوفها وهي ارض فاضية وابتدي اتباعها كل كام شهر واشوفها وهي بتكبر لغاية ما تخلص زي العاصمة كده مكنتش بقدر اتخيل ان الصور اللي انا بتفرج عليها بتاعت المشاريع اللي المطور بيورهاني ان دي ممكن تبقى حقيقة فعلا لغاية لما شفتهم فعلا بيحصلوا علشان كده انا فكرت اعمل الفيديو ده ان انا افرجك تاريخ العاصمة والنهاردة وصلت لايه في خمس سنين تقريبا لان البداية كانت في 2016 وكمان حاجة تانية مهمة ان اخليك تتخيل في المستقبل هيحصل ايه عن طريق فيديوهات لمدن او لمناطق شبيهة جدا بالعاصمة الادارية الجديدة مناطق في مدن عالمية وحنشوف فيديوهات متسجلة حديثا نشوف المناطق دي بقى شكلها عامل ازاي وايه اللي ممكن يحصل في العاصمة وهل ممكن تكون فعلا قريبة من المناطق دي خليك معايا في الفيديو ده فيديو مهم جدا وشيب جدا وحتقدر فعلا تتخيل وتعيش الجو بتاع العاصمة بعد خمس سنين في 2026 واحتمال قبل كده كمان انا اشرف علام واهلا بيكم في المخبر العقاري اهلا بيكم طبعا زي ما قلت الفيديو هيكون مخصص عن اننا نشوف تاريخ العاصمة ومستقبلها هنعمل مقارنات بتلت مدن او بتلت مناطق في تلت مدن اهمهم طبعا وربهم لينا هي دبي دبي طبعا بقت نموذج يحتزى به لكن ان شاء الله الموضوع حيبقى فيه تطوير اكتر من دبي بكتير لان طبعا احنا مساحتنا كبيرة فحنشوف دبي وحنشوف مدينة تانية لندن او منطقة في لندن وكمان منطقة تالتة في مدينة نيويورك في امريكا المناطق المختصة بالمال والاعمال كل مدينة من دول ليها منطقة خاصة بمباني المال والاعمال حي المال والاعمال ده موجود في كل مدن العالم الكبيرة في اوروبا وامريكا ونينيورك طبعا اهم مدينة في امريكا الشمالية كلها خاصة بالمال والاعمال والحي الخاص بتاعها اللي هو حي منهاتن ولندن طبعا فيها حي اسمه كناري وارف حنشوف بالتفصيل في الفيديو ونرجع نتكلم ونأكد على المعلومات اللي فيه اسيبكم مع الفيديو اولا نتكلم عن منطقة بيزنس باي الاول او الخليج التجاري وهي المتعلمة بالاحمر دي في دبي حنشوف اخر صورة لها وهي شهر ستة الفين واحد وعشرين زي ما انت شايف هي لسه برضو فيها اجزاء ما اكتملتش وبعد كده الصورة اللي قبلها خمس سنين قبلها الفين وستاشر كان شكلها عامل ازاي كان جزء كبير جدا فيها مش مش شغال او مش مبني الفين وخمستاشر دي صورة من الفين وخمستاشر قبلها كمان بسنة وبعد كده نبتدي نرجع الفين واربعتاشر لو تبص هتلاقي تقريبا مفيش حاجة تذكر فيه حاجات بسيطة طبعا المنطقة اللي ملناش دعوه بمنطقة برج دبي اللي فيها البحيرة دي اللي بنتكلم عن المنطقة اللي قلنا عليها كانت متعلمة بالاحمر الفين وطلاتاشر الفين واثناشر نفس الحكاية مفيش برضو حاجات بسيطة جدا كانت طلعة الفين وواحداشر زي ما انت شايف ونرجع لالفين وعشرة والفين وتسعة هنلاقي برضو ان هي طبعا كانت لسه يدوبك بتبتدي طبعا الفين وتسعة دي الحاجات اللي نقطة السودة دي خيال بتاع الشمس بس بتاع المباني لكن العدد قليل يعني ده شهر تمانية الفين وتسعة كان قبل افتتاح برج خليفة وشهر اتنين بقى اشوف المنظر كان عامل ازاي سبع شهور بس قبلها كانت برضو ايه فاضية دي كانت بزنس باي دلوقتي نتكلم عن العاصمة العاصمة حاليا زي ما انت شايف كانت واحد وعشرين دلوقتي عشرين سنة فرق سنة بيحصل تغيرات رهيبة كل سنة ده انا شهر ستة الفين وعشرين بعد كده هنرجع تاني ننزل تحت كمان شهر اتناشر الفين وتسعة كان مفيش تقريبا حاجة نرجع قبلها تاني نرجع شهر تلاتة الفين وتسعة كانت برضو ادوبك حاجات بسيطة في المنطقة السكنية بس بتادت تظهر طبعا كلما نرجع سنة الموضوع بيختلف تماما الفين وتمنتاشر كانت لسه في منطقة الجنوبية دي الجبال لسه فيها متكسرتش الفين وسبعتاشر وطبعا الفين وستاشر بقى اللي هي اخر صورة ودي بعايزك توقف عندها شوية وتبص وتتأمل كده فيها في خمس سنين ايه اللي حصل بص تماني الفين وستاشر وشوف الصورة الجاية هيحصل ايه في كم شهر بس يعني في شهر اتنين كانت عاملة ازاي شهر اتنين الفين وستاشر كانت صحرة ما فيهاش اي حاج ما فيهاش اي معالم لانها هيحصل فيها حاجة وفي ست شهور حصل التغيير في الصورة اللي قبلها في ست شهور الجبال دي تكسرت فطبعا اللي حصل ده الحقيقة يعتبر انجاز حقيقي فعلا انجاز خمس سنين مدينة زي دي او منطقة زي دي كاملة كده بحجمها ده تطلع كده وتظهر وكمان تبتدي تشتغل المفروض السنة الجديدة دي الفين اتنين وعشرين ان الوزارات هتشتغل فالانجاز ده كله حصل في ست سنين طيب نبتدي بقى نتكلم عن المنطقة نفسها شكلها حيبقى ازاي اللي انت شايفه دلوقتي دي منطقة البزنس بي في دبي دي طبعا زي ما قلت من الفين وثلاثة كانوا ابتدوا اشتغلوا فيها والفيديو ده السنة دي احدث فيديو لها طبعا زي ما انت شايف الشوارع والمباني كل الحاجات اللي انت شايفها دي العاصمة هتبقى شبيهة جدا بالمنطقة دي وزي ما انت شايف فيه اماكن فضية فيه لسه اراضي فضية فيها لسه ما خلصتش من الفين وثلاثة هم بيجهزوا فيها ولسه لغاية النهاردة ما خلصتش وطبعا هنا ما كانش فيه جبال زي اللي موجودة في مصر او زي اللي موجودة في المنطقة بتاعت العاصمة الادارية دبي عبارة عن صحرة رمل بس ما فيش جبال المنطقة دي كلها ما كانش فيها جبال بمجرد رمل وتبنى عليه فالموضوع كان اسهل كتير ومع ذلك خدوا وقت العالمين ده فندق اوباروي ودي مباني كده عالشمال انا قصدت اجيبها عشان انت تشوف قد ايه المباني لازقب بعضها وده مش هيبقى موجود في العاصمة بصت دخلة الجراج دي شايف المبنى عامل ازاي الجراج بتاع المبنى اليمين لازق في الجراج بتاع المبنى الشمال حيطة في حيطة المباني لازقب بعضها وده طبعا مش هيحصل في العاصمة ودي حاجة طبعا هتفرق كتير جدا في المنظر المباني هنا لازقب بعضها كتير ولو شايف على الشمال برضو وعلى يمين هتلاقي برضو المباني لازقب بعضها حيطة في الحيطة المنطقة على الشمال العمرات دي كلها عمرات سكنية تحتها في مول صغير كده وده طبعا مش موجود في العاصمة والحقيقة مش عارف ليه كان المفروض يبقى فيه شوية أبراك سكنية كده في العاصمة زي اللي في العالمين كانت هتبقى حلوة جدا احتمال تكون في المرحلة الثانية ان شاء الله كل ده بيزنس باي وزي ما انت شايف لسه فيه أراضي فاضية زي ما قلت لكن هو ده الشكل هو ده كونسبت اللي احنا منتظرينه يحصل في العاصمة بالعكس ممكن يحصل أفضل من كده والشوارع هنا تقريبا زي شوارع العاصمة العرض 40 و50 و60 نفس الموضوع ونفس العرض بتاع شوارع العاصمة معظمها هيبقى في الرنج ده فدي كانت فكرة سريعة عن دبي وعن منطقة الخليج التجاري اللي هي تشبه العاصمة دلوقتي احنا دخلنا على منطقة شهيرة جدا في لندن اسمها كناري وارف كناري وارف ده سنتر بتاع المال والأعمال زي بالضبط كده العاصمة ده الحي المالي الشهير والحديث لان طبعا انجلترا ولندن طبعا مدن قديمة جدا وكلها مباني قديمة دي المنطقة الوحيدة اللي فيها الابراج دي وتعتبر كمان مزار سياح يعني ناس كتير بتروح تزور المنطقة دي على انها منطقة سياحية لان طبعا مفيش منها في لندن هي منطقة طبعا كلها مكاتب وشركات لكن فيها اماكن طبعا كافهات ومطاعم نفس الفكرة بتاعت العاصمة وفيها اماكن مفتوحة وفيها منطقة صغيرة مفيش اي وجه مقارنة النهر الاخضر طبعا مساحته ضخمة جدا 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 يعني ممكن مساحة المنطقة دي كلها فدي طبعا ميزة مهمة جدا لكن انا بس حبيت افراجكم على الشكل المتوقع وهنا طبعا زي ما انتم شايفين الشوارع دي شوارع صغيرة يعني الشارع نفسه الجزء اللي فيه الاسفالة ده في حدود سبعة متر او تمانية متر لان طبعا لندن مدينة قديمة وشوارعها كلها صغيرة فانت برضو تحس ان المباني عالي قوي الموضوع يعني يخنق شوي ده مش هيبقى حصل في العاصمة الطرق هتبقى اوسع والمباني هتبقى بعيد عن بعض فدي برضو حاجة مهمة جدا عشان وانت بتتفرج تبقى متخيل العاصمة هتبقى افضل من كده بالنسبة طبعا لحجم الشوارع وبعد المباني عن بعضها طبعا في ناس ممكن تقول بس مستحيل تكون بالنظافة دي مش ممكن مصر تبقى النظافة بتاع الشوارع بتاعتها زي لندن ولا زي امريكا لكن خلينا اقولك هتبقى احسن وانضف اكتر من كده بكتير ليه لسبب بسيط جدا اولا مقر الرئاسة الرئيس هيبقى ساكن هناك وكل القادة والسياسيين هيبقى مكاتبهم هناك على الاقل لو ما كانش سكنهم وكل وزارات مصر فطبعا ممكن يبقى فيه فرصة ان يبقى الشارع ده مش نظيف لان طبعا هتكون دي الطرق بتاعتهم وهم رايحين وهم جايين فاكيد طبعا الاهتمام هيبقى مرتفع جدا 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 عن اي منطقة تانية في مصر كلها ده بالاضافة طبعا للبنية التحتية مفيش حاجة اسمها بقى مطرة هتغرق شوارع كلام ده مش هيبقى موجود طيب ندخل كده على نيويورك دي برضو الفاينانشل ديستريكت اللي هو المنطقة بتاعت الاعمال او المال والاعمال برضو نفس الموضوع زي العاصمة كده لكن بتاعت نيويورك زي ما انت شايف طبعا ابراج برضو عالية الشوارع هنا عريضة شوية مش كلها على فكرة ده يمكن اعرض شارع هناك لكن هتلاقي بعد كده كمان من ندخل جوه شوية هتلاقي شوارع برضو دياءة جدا والابراج قريبة جدا من بعضها فيعني العاصمة برضو متخطية المواضيع دي ادي شارع صغير اهو وكمان اتجاه واحد وزي ما انت شايف الابراج عالية جدا والشارع صغير والموضوع مخنوق جدا تحس ان الابراج هتقع عليك ونفس الموضوع برضو كل الابراج لازقب بعضها فالموضوع برضو شكله مش مريح لكن في العاصمة كل ده مش هيبقى موجود دي حاجات بصراحة تحسب للعاصمة اللي صمموا للعاصمة وللحكومة المصرية بصراحة فكرة 30% دي كانت فكرة ممتازة ان هم ما يلزقوش المباني في بعضها كده عشان يبقى الموضوع كده مريح لللي بيشتغل واللي بيجي يزور طيب احنا زي ما شفنا كده الفيديو شرحنا فيه التلت مدن والتلت مناطق في كل مدينة وشكلهم عامل ازاي والفروق اللي بيننا وبينهم وزي ما شفنا في الفيديو اهم فرق هو فعلا المساحات الوسعة في العاصمة والبعيد عن بعضها ودي حاجة فعلا جديدة ومختلفة دي كانت نظرة سريعة كده على تاريخ العاصمة في الخمس سنين ايه اللي حصل وديكم شفتوا ايه اللي حصل والصور طبعا دي كلها من على جوجل دي بشتصور انا جايبها ولا حاجة انا مقلفها والناس كلها عارفة ان في 2016 ما كانش لسه في حاجة في العاصمة عملت والنهاردة هيكون تسليم الابراج الكبيرة كلها اللي في المناطق اذا كان البرج الايقوني وما حاوله ومعظم المناطق معظم المطورين هيسلموا خلال سنتين او ثلاثة بالكتير لان ده طبعا مكتوب في الشروط بتاعتهم ان هم ما يتخطوش الثلاث سنين حسب المساحة من ثلاث الى خمس سنين مفيش اكتر من خمس سنين في العاصمة حسب المساحة بتاعته فاحنا بنتكلم طبعا فماكسمام يعني سنة ستة وعشرين هيكون كل حاجة متسلمة زي ما شفنا في الفيديو كده والناس تمشي في الشوارع وتبقى مدينة حية وكل حاجة فيها شغالة اتمنى طبعا ان اكون قدرت اوصل لكم وجهة نظري والشكل للعاصمة هتكون عليه ان شاء الله ودي كانت محاولة بسيطة بس علشان اخلي الناس تعرف شكل العاصمة هيبقى عامل ازاي علشان وهو بيشتري وهو بيستثمر وانت كمان كوسيط عقاري تبقى قادر تتخيل وقادر تحكي للعميل وانت كعميل قادر تتخيل هتشتري في ايه وحيحصل ايه وان شاء الله مرحلة الاولى تنجح والمرحلة التانية والتالتة ونتكلم عنهم باذن الله في المستقبل في اخر الفيديو افكرك ما تنساش اشتراك في القناة تفعيل الجرس ولايك لو عجبك الفيديو وطبعا اشتراك في قنوات التواصل الاجتماعي بتاعتي كلها موجودة تحت الفيديو وتعمل شئ لزمالك علشان الكل يستفيد واشوفكم الفيديو الجاي وشكرا اشتركوا في القناة